بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبيئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم لقد نصر الله بني إسرائيل على فرعو وعبروا البحر بمعجزة عظيمة وأغرق المولى سبحانه وتعالى عدوهم وهم ينظرون إلى ذلك المشا فلما أنجاهم المولى سبحانه وتعالى من هذا الكرب العظيم أرادوا أن يعبدوا الأصنام لمجرد أنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام له قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله فزجرهم سعتها سدنا موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل ووبخهم بشدة قال إنكم قوم تجهلون ومع حق لأنه آية إن جائهم من عدوهم وأنهم يشوفوا آية إغراق عدوهم وهم ينظرون وبمجرد خطوات بسيطة مروا على أقوام يعكفون على أصنام من لهم فيسألون سيدنا موسى نبيهم هذا السؤال القبيح كان لابد إنه يقول لهم إنكم قوم تجهلون فخافوا وانزجروا لأنهم كانوا بيخافوا من سيدنا موسى وعادوا إلى الحق ولما ذهب سيدنا موسى عليه السلام لميقات ربه وغاب عن بني إسرائيل مدة من الزمن أربعين ليلة انقطع فيها كان للتعبد والتبتل والدعاء والصيام استعدادا للقاء موله وده كان بأمر المولى سبحانه وتعالى رجع سيدنا موسى ووجدهم قد خالفوا أوامره ولقاهم كمان بيعبدوا العجل اللي صنعوا السامري له وهو سيدنا موسى كان تركهم وأمر عليهم سيدنا هارون يعني خل سيدنا هارون هو الخليفة عليهم إلى أن يعود وده خوفا من أنهم يرتدوا كما أرادوا قبلا أن يرتدوا بعد ما ربنا نجاهم من عدوه والحقيقة أنه سيدنا هارون لم يتمكن من القيام بهذه المهمة للأكثرية اللي غلب عليها الفساد والميل إلى الوثنية من بني إسرائيل فعنف سيدنا موسى عليه السلام بشدة وأنب بشدة سيدنا هارون على عدم أخذه بالشدة على عبدة العجل وأغلض عليه كمان أغلض عليه فإنه شدوا بيمينه من رأسه وبشماله من لحيته وجروا وهزوا بعنف وأغلض عليه الاقتصار على تغيير الحال اللي كانوا عليه ده فقط بالقول لأنه كان شايف سيدنا موسى أنه كان لابد أن يضرب على أيديهم بيد من حديد هم كده حتى في التوراة مذكور إنهم قوم غلاض والرقاب يعني عايزين شدة في التعامل معاهم ما ينفعش معاهم اللين وسيدنا هارون كان مستسلم لحساب وعتاب والعقاب اللي كان كمان سيدنا موسى سيوقع على سيدنا هارون كان مستسلم لأنه كان مأضر جدا غضب سيدنا موسى للحق هو ولا على أمر فهو بيحسبه وبيعتبه بشدة لأن ما فيش أفضع من أن الإنسان بعد أن يكون موحدا أن يلج في طريق الشرك فبدأ سيدنا هارون يستعطف سيدنا موسى ويسترضيه وإن ده سيدنا هارون كان حليم في نفس الوقت زي ما قلت مقدر جدا لغضب سيدنا موسى حاولي استرديه عشان يقدر يتمكن من تخليص رأسه من بين يديه وقال له قال يا بنا أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فذكر سيدنا هارون لسيدنا موسى أن السبب الحقيقي وراء أنه لم يستطع التحكم فيما قامت به بني إسرائيل من اتبعهم السامري في عبادة العجل كما ذكر القرآن الكريم قال قال بنا أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يعني حقيقة الأمر يا موسى وإنه هارون بيوضح ده إنه نهاهم عن الكفران ونهاهم عن العصيان ونهاهم عن إنهم يعني يكذبوا موسى وأمرهم سيدنا هارون بإنهم يتبعوا أوامر الله تعالى إلا أرسلها إليهم مع سيدنا موسى عليه السلام وإنه سيدنا هارون عليه السلام في بيانه ده في شرحه ده في توضيحه لعذر الحال والموقف اللي هو فيه بيبين لسيدنا موسى بإنه لم يقصر في نصحه لكن بني إسرائيل استذلوا وقهروا ويبدو إنه سمت صراع حدث حتى كادوا ساعتها إنهم يقتلوا سيدنا هارون مع القلة المؤمنة التي ثبتت على الحق الأكثرية مشت وراء السامري وعبدوا العجل الذهبي وأخذوا يعكفون عليه ويرقصون ويغنون حوله ويعتقدون أنه إلههم وبعد كده القلة اللي ثبتت مع هارون كانت قلة تتعدى على الإيدين يعني بضع ممن آمن وثبت على الإيمان ويبدو إن فيه خدوهات وصراع وشد وجذب حتى بدأوا يهددوا سيدنا هارون بإنهم ما هيقتلوه فسيدنا هارون اجتهد في الحال وفي الأمر على إن دول أكثرية وإن دول قلة وحتحصل حرب بين بني إسرائيل فرجح واجتهد على إن الأولى ترك الأمر إلى أن يعود موسى عليه السلام لذا رجى هارون أخاه موسى قال لا يعني يعاقبه وقال لا يسئ إليه عشان لا يسر ولا يفرح الأعداء به وإنهم يشمتوا بتعنيفه والجزئية دي تقول إنه هناك يمكن كان فيه سرع بينهم على الزعامة يمكن كانوا مبسوطين أو السامري كان مبسوط بالحال ده إن هما بيسمعوا كلامه وعملوهم العجل بصنعة علمية معينة خلت إنه يبقى له صوت فهما يفتكروا إنه ده إله جهل وبلادة فكر وعكفوا على هذه الأصنام وهو مبسوط بقى بهذه الزعامة وبدأوا يهددوا سيدنا هارون به القتل وبدأوا يستذلوا ويقهروا فزي ما قلت لحضراتكم هو اجتهد على قدر المتاح وعلى قدر الموقف والظرف وإمكاناته في ذلك الوقت عشان كده رجى سيدنا موسى إنه يبطل إنه ما يعنفوش ورجاه إنه ما يجعلوش كمان في عداد الظالمين اللي عبدوا العجل رجاه سيدنا هارون عشان يقولوا ما تخليش الأعداء تشمت فيه يبدو كانوا بيتصرعوا على ذلك وبيصرعوا سيدنا هارون أو بيقولها سيدنا هارون يعني على سبيل العادة زي ما تقول ما تشمتش فيه الأعداء إنه مش عايز حد يفرح في أني أنت يعني بتأنبني وبتشد علي كما قال الله تعالى في كتابه حكاية على لسان نبيه هارون فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فطلب سيدنا هارون ده كان كناية عن إنه وفيها تودد لسيدنا موسى إنه يترك موسى عقابه لا يوقع عليه عقابه لإنه أمره على شيء وولاه عليه وهو جاي حسبه وكمان يعقبه لإنه اعتقد إنه فيه تقصير أو تفريد فهو وضح الموقف وعند هذا ترك سيدنا موسى رأس أخيه هارون بعد أن تحققت له برائد سيدنا هارون عليه السلام من التقصير وبعدها على طول أقبل موسى على ربه يرجو منه المغفرة سأل الله المغفرة له ولأخيه فدعا سيدنا موسى عليه السلام قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين فابتد سيدنا موسى دعاءه طلب المغفرة لنفسه تأدبا يبتد وده من على فكرة من أداب الدعاء حتى مما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام من أداب الدعاء أن الإنسان يبدأ بالدعاء لنفسه أولا ثم يبدأ بالدعاء لمن يشاء وسيدنا موسى عليه السلام ابتد دعاءه بطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله تعالى فيما ظهر عليه من الغضب ما هو غضب سيدنا موسى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وعنفه وغضبه ده كان غضب لله لكن سيدنا موسى ابتدأ بطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله لحلت الغضب اللي كان عليه ثم طلب المغفرة بعد كده لأخيه هارون فيما عسى أنه يكون يعني ظهر منه من تساهل أو يعني في ردع عبدة العجل عن فعل ذلك وسأل ربنا أنه يدخل في رحمته هو وأخوه يعني معنى الإدخال في الرحمة وأدخلنا في رحمتك أدخلنا هنا دي استعارة لشمول الرحمة لهما في سائر أحوالهم يعني ده يا رب شملنا برحمتك في كل أحوالنا وأوضعنا ده معنى أدخلنا في رحمتك بحيث أنهما يكون كالمستقر في بيت أنت لما بتوصل بتدخل مكان عشان تستقر فيه فيشملك المكان ده دخلت بيت مثلا أو دخلت أي مكان مما يحوي يعني أي مكان تدخله فبيبقى شملك تقعد في البيت تقعد في مكان في أي مؤسسة هذا المكان يشملك هذا البيت يشملك فبيسأل ربنا أنه يشمل بالرحمة هو وأخوه هارون عليهما السلام تشملهم الرحمة الإلهية في كل وقت وكان ختام الدعاء بقوله وأنت أرحم الراحمين يعني أنت يا رب الأشد رحمة من كل راحم فارحمنا واشملنا برحمتك على كل حال وفي كل وقت وحين كل الأحداث دي بتجري وبنوا إسرائيل ينظرون بذهول وخوف شديدين من سيدنا موسى عليه السلام بعد أن كذبوه وخالفوه ونبزوا ما أرسل به واتبعوا ما صنعه لهم السامري بمكره وخبثه وصدق الله العظيم وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير صدق الله العظيم اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلادنا وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين آمين أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا الكريمة قناة أون وبنذكر حضرتكم بصفحتنا صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة دي صفحتنا نتواصل مع حضرتكم من خلالها بناخد الأسئلة والإجابة من خلال الشاشة سريعا للوقت النهاردة معنا مش كتير ناخد الأسئلة على طول أستاذة نعيمة ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة نعيمة وحسيني يا دكتورة والله الشواء اللي غفتينهم دور ربنا يباركلي آمين أجمعين كتر خير حضرتك ألف شكرا فضل يا فن بص لو سمحت يا دكتورة فضل يا فن عاوز أسأل عن صورة التوبة أي فضل مع حضرتك فضلك الله ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش فيها بسم الله الرحمن الرحيم نعم ووبخ المشركين كتير فيها آه تمام أنا عايزة حركة تسمعيني من سماعة التليفون وفي سؤال تاني اللي هم وتجدن أشد الناس كفرا هما الأعراب فيها برضو في نفس الصورة حاضر هما يعني اللي هما العرب ولا للشيعة حاليا حاضر حاضر شكرا يا أستاذ نعيم أستاذ هالة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أنا عن سؤالين يا دكتورة اتفضلي فندم مع حضرتك السؤال الأول زوجه هو الشيعة العربية داش على قطة غصبة عنه آه هل كده عليه زنب يعني القطة ماتت عليه زنب أو يطلع كفارة حاضر السؤال التاني يوضع الحنف الأرض يطر الوضو حاضر شكرا في حاجة تانية شكرا لا عففا معنا أستاذة بدرية أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى أنا أول مرة اتزل بحضرتك ده نورتين يا ستة بدرية أنا جزي متوفي من شعرين ربنا يصبر حضرتك ويغفر له ويرحمه يتجاوز عن سيئاتي يا رب يا رب أنا الحد الوقت هي عرفة نهر في قلبي إنه إي حدر وعلى طول أرى كرآن وقرى دعا وقرى دا وقرى دا وقرى دا ومش قادرة أهدم لأ هتهدي بالوقت أنا طب عندي كم سؤال تفضل وفي الآخر بدعيلي حاضر صبر وليه بالرحمة حاضر ماشي؟ حاضر أول سؤال صلاة النوافل هل بتنفع الميت؟ حاضر وبيقولوا بقى الدوس على القبر غلط احنا بقى القبر بتاعنا حوالي بلاط ساعات بيضطرة بعايزين نكنص ولازم ندوس عليه فنعمل إيه؟ حاضر طيب وفي عندي سؤال تاني تفضل يا فن كيف اطمأن على الميت؟ وهل هو بيعيش أربعين يوم قبل ما يموت ميت على الدنيا؟ بيعيش ايه؟ أربعين يوم قبل ما يموت وهو ميت بس ما بيقدرش يتكلم حاضر ومن الربانيون؟ مين هما الربانيون؟ حاضر يا فن ومع لسي في سؤال تاني معيك؟ بعين انتو بتعلمونا؟ في الكرآن ومن يضل لله فلن تجد له سبيلة مين يقدر يضل لله؟ ماشي؟ اضعيلي بقى الله يخليكي أنا نور في قلبي من جوه مش ردك التفلي مفيش يوم بيعيش لما بعيش بتقولي ايه؟ اعمل ايه؟ حاضر ربنا يربط على قلبك ربنا يربط على قلبك ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا يا رب اجمعين طيب ناخد سلمة وربنا يسهل ايه؟ اتفضلي فان اتفضلي يا اساس سلمة انا انا متجوزة بقالي سانة وبابا ايا ايا حضرتك انا متجوزة بقالي سانة سمعاتي وبابايا مش بيكلمني ولا بي... ليه مش بيكلمك الوالد؟ كانت فيه مشاكل في الفرح يعني مشاكل في الجواز يعني عادية يعني مش اللي هي حاجة كبيرة يعني وانا حاولت كتير اكلمه بعد ما اتجوزت عشان يجيلي ويخش علي طب لما سألتيه قلتيله ايه اللي يرضيك قالك ايه لما سألتيه ايه اللي يرضيك قالك ايه متكلمني خالص هو كانت في الفرح يعني يعني هو عايز يعني ايه اللي يرضيه يعني انا بسألك سؤال يا سلمة ايه اللي يرضيه انا مش فاهمة السؤال يا سلمة سلمة انت يسم اه يعني المسألة دلوقتي في الزوق طيع عشان الوقت عشان الوقت هم قالوا لي السؤال ان الزوج رافض انها تصالح والدها صح كده يا تسنيم ايه مش راضي خلينا عشان بيقول انت مولدتي ورحت دخلت العمليات ومش جالك طيع حاضر يا سلمة شكرا هنطلع الفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نقدر نجاوب قدر الطاقة على اكبر قدر ان شاء الله شكرا اهلا وسهلا بحضرتكم الاستاذة نعيمة كانت بتسأل قبل الفاصل ان احنا في سورة براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين الى نهاية بداية سورة براءة بتقول احنا ما بيبقاش فيها تسمية نعم ما فيش فيها تسمية في بداية هذه السورة هكذا جاءت بالوحي الشريف يعني ده امر توقيفي بالتلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام اننا لا نستهل الصورة ببسم الله الرحمن الرحيم وده مناسب يعني قد نجد بعض الحكم اللي نبحث فيها انه كانت الحديث عن المشركين والمنافقين فناسب جدا عدم البدء بالرحمة في هذه الاية لكن تلقاها القراءة هكذا بالسند المتصل الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باننا لا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع بداية سورة براءة اما بالنسبة للاعراب واشدوا كفرا ونفاقا حريك بتسألي ده صفة للاعراب عموما لا معنى الاعراب هنا بناء على اوصافهم بانهما يعني كانوا في شدة وكانوا في غلظة قلبي كلم عن المجموعة ليس المقصود بالعرب لكن المقصود بها المجموعة دي في وقت نزول الوحي الشريف كانت بعيدة عن مصادر العلم بعيدة عن مصادر المعرفة بعيدة عن مصادر الوحي الشريف فكانوا اشد كفرا ونفاقا مش على قعد عم ولكن بتوصف حال هؤلاء اللي نزل ساعتها القرآن الكريم وكانوا هما لسه بعيدين كل البعد عنه لان بعد كده لما دخل الاعراب الى الايمان كحسن اسلامهم وحسن ايمانهم لكي بتوصف حال وهناك سياق للآيات هي واردة فيه يصد نعمة بالنسبة لأستاذة هالة بتقول ان زوجها داس على قطة اثناء قيادة السيارة فهل هناك كفارة لا كفارة لذلك لعدم القصد والانسان عليه دائما ابدا ان يتوب ويستغفر مما رأى نفسه انه وقع فيه ومما لم يعتبر ان ده شيء يعاقب عليه الانسان دائما يتوب ويستغفر ويتوب الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فهذا حال المؤمنين دائما ابدا وهو تجديد التوبة تجديد التوبة طيب بالنسبة للحنة اللي بيحطوها على الاضافر هل دي تنقضوا لدوء مدام هذا الشيء اللي بيتحط مالوش جرم يعني مالوش حجم يمنع من وصول الماء للاضافر فلا تؤثر على صحة الوضوء يا صاحبة السؤال الستهالة الاستاذة بدرية وفي زوجها من شهرين بتقرأ القرآن وبتدعي هي مش عارفة تهدى الى الان وبتسأل هل صلاة النوافل اللي نوهبها يعني تصل الى المتوفى ولا لا طبعا يصل مثل السواب بالدعاء ان شاء الله تعالى يعني انا بتطوع بيه الصلاة وبقول ايه اللهم هب مثله سواب ما تطوعت بيه لفلان او ان انا تنفلت بيه لفلان الي فبتصل ان شاء الله بعد ما بنخلص العبادة بالدعاء يا صاحبة السؤال وكده جميع الاعمال الطيبة او القربات اللي بيتقرب بها الانسان الى مولاه واراد ان يهب من يريد ثواب ما يقوم ويصنع يسأل الله سبحانه وتعالى اللهم هب مثل ثواب ما اطعمت ما قرأت من القرآن ما صليت من النوافل لفلان تمام ده بالنسبة في صلاة النوافل ان انا بتطوع بثوابها الي الاستاذة برضو بدرية هي بتقول ان هي ليها كذا سؤاله بعدين حتكلم في النهاية على مسألة ان حريك مش عارفة تهدي بعد وفاة الزوج بتتكلم برضو عن مسألة الدوس على القبر او عدم يعني انا عايزة بس انبه على جزئية مهمة دائمة نحن بنبه عليها كما تعلمناه ان حرمة الانسان وهو متوفي كحرمته حيا بل اشد ليه؟ لانه ما يملكش انه يدفع عن نفسه فالانسان مصان في جميع احواله في طفولته في شبابه عند كبره عند موته له صيانة حرمة ذلك الانسان لانه ده صنيعة الرب جل جلال الله ومن هنا جاء التوجيه بالمحافظة على حرمة المقابر فنكتهد في الحفاظ عليها قدر الطاقة مع طبعا التنظيف وكل شيء قدر طاقتنا صاحبة السؤال الست بدري طيب بالنسبة السؤال اللي حريك بتقولي انك مش قادرة يعني تتحملي لازم الانسان حيمر بمحنة الابتلاء فيجزع او يصبر ربنا افرع علينا صبرا واما حيلاقي نفسه بيقول انت بتعمل فيه كده ليه؟ المؤمن يقع عليه الابتلاء ويتوجع وعلى شدة الوجيع اللي هو فيها بيكون الاجر والثواب من الله تعالى هو المؤمن حيث ايوه بيتوجع او مال حياخد ثواب على ايه؟ حتى الشوكة يشاكها العبده الا وغفر له شوف الشوكة شيء يقلم الانسان ولو قدر بسيط والانسان يصبر المؤمن وحيتوجع ولكن هيبقى عنده حصن ظن في الله سبحانه وتعالى ويفكر ويجتهد انه يخرج نفسه من الحالة اللي هو فيها انا قعدة افلى على نفسي وافلى على احزاني حتكلك الاحزان لكن هي مرحلة وبالوقت حتعدي اشغل نفسي بالصالحات فيه نشاط اجتماعي اقوم بيه فيه عمل خيري اقوم بيه احول الحالة الصعبة اللي انا فيها الى طاقة منتجة للخير ااخد ثواب واوهب له مثل الثواب يبقى انا كده بتحرك عشان اخرج بر ديرة الاحزان مش ديرة الاحزان هي اللي تاخدني وتخنق لا انا اكسرها بايدي وعديها بثباتي على الايمان وبالدعاء دوام الدعاء واصبر وافضل العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج مش انتظار الفرج حتت ايدي على خدي وما خدش بالاسباب لا باخد بكل الاسباب اقتل الاسباب اخذا ليس ظنا في ان الاسباب هي تنفعني بذاتها ولكن امتثالا للاخذ بالاسباب استجابة لامر الله تعالى اننا لازم اخذ بالسبب لكن ظني كله وتعلق قلبي كله برحمات الله الرحمن الرحيم وانه يتداركني بلطفه ويكثر انسان من التوبة ويكثر انسان من الاستغفار ويسأل الله اللطف ربنا اثرغ علينا صبرا وقال ربكم ادعوني يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا دا الجلال والاكرام والطول والانعام اللهم انا نسألك بمحمد النبيك وابراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وانجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك يا مولانا نصرا عزيزا نسألك يا مولانا فتحا مبينا نسألك يا مولانا عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسمول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفا اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفا اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفا أن تجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة